العالم ملحقش فوق من كورونا يعني ما يقرب من سنتين تقريباً سنتين إلا شهر إلا شهرين إلا وتأتي موجة تضخم قد تستمر مع العالم حتى منتصف العام المقبل حتى يونيو أو يوليو 22 على يعني أقل التقديرات ده وفقاً لصندوق النقد الدولي طيب أكيد الحكومات بتحاول تدبر نفسها أكيد الأفراد كمان لازم ندبر نفسنا إيه أسباب الموجة دي وإمتى تنقشع وإزاي تنقشع وتأثير التضخم ده علينا هيبقى عامل إزاي وعلى العالم كله هيبقى عامل إزاي ده اللي هنعرفه من دكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس جماعية رجال الأعمال المصرية الصينية دكتور مصطفى مساء الخير أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً خير أهلاً وسهلاً دكتور شغناً على الإصدافة الكريمة شغناً شرف كبير جداً لدي أهلاً وسهلاً أهلاً دكتور مصطفى أولاً ممكن حضرتك دايماً لما منتكلم عن تضخم بنقول للسادة المشاهدين بنحاول نشرح برضو ونتعلم ونستفيد يعني إيه تضخم بشكل بسيط خالص بص هو التضخم هو ارتفاع في الأسعار نتيجة قلة عادة نتيجة قلة المعروض وزادة الطلب على المنتج وده التضخم في شكل كلاسيك زي كرتونة البيض اللي كانت بحاجة وثلاثين بقت بستين ده متضخم بس اللي حصل دلوقتي الموقف اللي احنا فيه ده موقف مختلف تماماً وبقى فيه في نوع من التضخم يقابلوا نوع من الانكماش لأن اللي حصل دلوقتي أن التضخم مش نتيجة أنه فيه ارتفاع في الطلب ولكن فيه ارتفاع في التكلفة فيه فرق كبير قوي هو صحيح أن هما الاتنين يوصفوا في التوصيب كتضخم لأنه بيانتج عندهم تبع الأسعار لكن فيه اختلاف شديد جداً حتى في معالجته أنه التضخم العادي أنت بتتعامل معاه من خلال الأليات وبيكون البنك المركزي جزء كبير من الأليات دي فيها في سعر الفايدة والكلام ده لكن اللي احنا من واجهه ده هو عبارة عن ارتفاع في الأسعار مش نتيجة زيادة الطلب ولكن نتيجة زيادة التكلفة وفي نفس الوقت ذي التكلفة دي قدت أن النتونية عمل الانكماش لأن ارتفاع الأسعار مواجبوش في ناحية تانية ارتفاع في المخزون فده بالضبط كده بيسموه في الاقتصاد حاجة اسمها Stagflation أو Stagnation و Inflation أو أنه بقى فيه انكساد وفيه تضخم طبعاً المشاهد طبعاً هنقولك إيه الكلام ده واللغة الاقتصادية اللغة صعبة على غير أهلاء فهنتكلم فيها بنوع من التبسيط المخل شوية لكن هنقولي بالضبط الحتة دي بالضبط ده ما يكون إيه الدكتور عنده مريض عنده سكر وأملاح يعالج السكر تزيد الأملاح يعالج الأملاح تزيد السكر هي نفس الحكاية ببعنى أن انت نحن ده مثلاً في وجود التضاقم التضاقم لما بيحصل أول آلية بتستخدمها الدولة هي رفع سهر الفايدة سهر الفايدة هنا لو ارتفع بيقدر إيه بقى في اللي احنا فيه ده دلوقتي هيقدر قلة الاستثمارات وزيادة التكلفة فهتبص تلاقي نفسك أن انت بتخش في مرحلة تانية فهي دي مشكلة رئيسية إنه في التضاقم فيه آليات لاستخدامها في التضاقم الانكماشي اللي احنا فيه ده دي بالضبط عايزة حرفية عالية جداً من المجموعة الاقتصادية بس مش فيها جداً معروفة للعالم أو للدول الدول اللي بتوجه التضاقم أو لما العالم يواجه تضاقم فالعالم هيعمل واحد اثنين ثلاث لا مفيش لا في الوقت الحالي أو في الموقف اللي هل متكلم فيه ده حاولي حضرك حاجة أول حاجة بس عشان مشاهدي بعارف يجب أن نتعامل مع التضاقم ده زي كوفيد-19 يعني ده جاي من الخارج وليس للاقتصاد المصري أو أدأ أي حاجة بيهو متلقي بس يعني احنا على مدار السنوات السابقة داخلية تعويم ارتفاع المعدلات حاجة دي كلها كنو عارفنا لكن التضاقم اللي جاي ده احنا منا نجعه بي احنا مطلقينه بس مطلقينه مطلقينه معدي علينا يعني آه معدي علينا معدي على العالم كله بس في فرق في عندك مشكلة اقتصادية مخلوقة عندك أنت لوحدك أو مخلوقة لأسباب اقتصادية خاصة بالدولة المشكلة دي بالذاته دي مشكلة عجيبة جدا ان هي ماشية في العالم كله فيه اسباب اتقالت آآ للتضخم ده ولكن للأسف انا من وجهة نظر الشخصية وجاهز اكون غير مقنعة يعني هما قالوا السبابين الرئيسين للتضخم ده هما حاجتين يعني يعني اول حاجة قالك انه زيادة سعر الطاق زيادة سعر الطاق بالبترول بالبترول يعني وفيه نوع من المشاكل في خطوط الامداد بالنسبة للمنتجات والمواد الخام والكلام ده كله طب نتكلم بقى على حاجتين كده يعني ببساطة جدا من غير ما نكونش في اقتصاد والكلام ده كله طب تقوله طب ليه 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 التقى زادت يقولك عشان اوروبا داخل على شط طب هو السنة اللي فاتت كان في فوقته بردو وكان فيه شطة في اوروبا وكان فيه كورونا وكان فيه كورونا وكان فيه كورونا وكان فيه العالم كله وكان فيه سعر البرميل كان 38.37 دولار 47 سنت واحنا بنتكلم دلوقتي سعر البرميل 84 دولار 64 سنت يعني زادت فوقت حوالي 230 في بي طب ايه السبب حد يقول لي ايه السبب يعني هل فجأة اكتشفنا ان اوروبا فيها كورونا او فيها برد فيها شطة لا طبعا الكلام ده مش منطق هو فيه نوع من المناقل يجايز انت بتتكلم من النارده رئيس بوتن بولا كده احنا على نومبر هنوصل 100 دولار البرميل يعني الكلام ده كله ده بيوريك ان فيه خطة اللي رفع اسعار الطاقة بشكل مبالغ فيه ده الجزء 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 التاني هو خطوط الانتاج فيها مشاكل خطوط الانتاج يبقى بتتكلم على الصين يعني هتنكلف هتنكلف هدكتورة عن الصين كخبير اقتصادي مصري لا بص هما الاتنين هوا 2 هاتس بس في العاكر عادي نوصل لنتيجة منطقية لما دي جلسال الصين هو ايه اللي حصل ده جد مثلا ان الصين فجأة بقى ادخلت الطاقة عند ده نزلت جدا او هي قررت ان هي تنزلت الطاقة جدا فيه مصانع بالشغل يوم واحد في الاسبوع وفيه مصانع بالشغل يومين وثلاثية في الصين يوم واحد في الاسبوع وفيه مصانع عافل ليه طب تسألهم هو ليه يقول لك احنا قررنا فجأة يعني قرروا ان هم يحولوا مصر الدقة من الفحم للغاز طب يا جماعة هو ده وقته ده اول حاجة الحاجة التانية وكله مرة واحدة والصين تملك من التكنولوجي واللوجيستيات ان هي كان ممكن تعمل الكلام ده كله بدون اي نوع من اللقبطة في السوق خالص يعني هي ممكن تعمله وتغير وتعمل عندها خضرة على كده يعني هي مش مش يجي دولة لسه نامية على ان تقافل عشان تقاتل لها ما فيش الكلام ده عندهم هم قادرين ان هم كانوا يعملوا الكلام ده كله الحاجة التانية في مجال الامداد ان احنا فجأة وانا راجل كمان بالشغل في التجارة ومستور فجأة لقيت انه مثلا الكنتينر اللي بيجي من الصين سواء لمصر او سواء لأوروبا زاد من ستمية لسبعمية المية لا يا دكتور من ستمية لسبعمية المية المية يعني الكنتينر اللي احنا مثلا كنا بنجيبه هنا مثلا البورسايد اللي السخن في حدود الالفين دولار دلوقتي وحنا بنتكلم في حدود من اتناشر لاربعتشار الف دولار وما فيش مرك طب تسأل الجماعة الناس اللي هي بتشخن البضاعة دي او شركات الشعن يا جماعة هو فيه ايه طب هو مثلا المية فالحاجات اللي قدت للمشكلة دي غير منطقية وغير مبررة يعني لما ديجي دسأل اي حد سيبك بقى من اقتصاد والكلام ده كله من اقتصاد خش في لكن بمنطق الامور الدوافع القدت للتضخم اللي موجود ده ما هيش دوافع طبعية او يعني كان ممكن بقى فيه حروب فيه كوارس فيه بتاع فيه في نوع من التفاق شايفين مفيش سبب مفيش سبب مقنع مفيش سبب مقنع طيب ارجوحك تسمح لنا نشرك معانا في الحوار أستاذ دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والحقيقة بعد اللي اسمعناها من دكتور مصطفى عندنا علامات استفهام أولا على سبب هذه الموجة طبعا بعد التحية دكتور ماجد على سبب مقنع لموجة التضخم ثانيا لبعض الأشياء المصاحبة زي الارتفاع غير المبررة في أسعار النفط وفي كلام عن زادتها لمية دولار للبرميل وكمان حتى إغلاق الصين لعدد من مصانعها ولو حتى بشكل جزء تفضل دكتور ماجد بسم الله الرحمن الرحيم أولا اسمح لي أستاذ عمر أحي حضرتك وأستاذ المشاهدين الكرام وأحي ضيفك الكريم دكتور مصطفى زي ما حضرتك تفضلت ودكتور مصطفى تفضل وقال عن موضوع التضخم أنه وظاهرة عالمية ظاهرة عالمية بمعنى أنها مش في مصر بس هي بتسود العالم كله نتيجة أسباب عديدة ولها من المبررات الاقتصادية اللي يبررها ويدلل على أن فيه فعلا أسباب حقيقية وأحيانا أسباب تكاد تكون غير مفهومة نسبيا ولكن لأن التضخم التضخم تعريفه ببساطة شديدة الارتفاع المتزايد والمستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة وبيتقاس مثلا يتقال أن معدل التضخم السنادي 8% 7% فبيقاس عادة سنويا أو أقل من ذلك ده التضخم الأخطر من التضخم هو الركود التضخمي أو زي ما تفضل دكتور مصطفى وقال الستاكفليشن الستاكفليشن عبارة عن ميكس أو خليط ما بين الركود والتضخم المفروض أن هناك علاقة عكسية ما بين الركود والتضخم بمعنى لو فيه تضخم بيبقى الركود أقل لو فيه ركود بيبقى التضخم أقل بمعنى لو الركود نسبة الركود أو البطالة عالية بيبقى التضخم أقل ولكن اللي حاصل هنا اللي الاثنين بيبقوا في نفس الاتجاه فالركود التدخمي بيبقى فيه تدخم بمعنى ارتفاع في الأسعار وأيضا بطالة أو ركود في الاقتصاد طيب لو نظرنا إلى دولة زي الصين الصين عندها معرض من 5 إلى 10 نوفمبر في شنغهاي الصين عمل المعرض بتعمله سنويا دي الدورة الرابعة لي عملاء السنة دي بقوة شديدة مع كمان الضلال الكئيبة اللي يعني يفرضها على العالم جائحة فيروس كورونا الصين فتح باب الاستيراد بمعنى أنها بتوسع دائرة علاقتها مع العالم في استيراد وتصدير السلع والخدمات طيب إيه اللي حصل فيه الطلب والعرض العلاقة ما بين الطلب والعرض بتحدد السعر فكلما زاد الطلب على سلعة كلما ارتفع سعرها مع افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها أو الظروف المحيطة طبخة كما هي اللي بيحصل أن ارتفاع أسعار الطاقة اللي تحدثتم عنه حضراتكم عالميا ده بيخلي تكلفة الإنتاج بتزيد وبالتالي سعر المنتج النهائي بيزيد وبالتالي ينقل عبء هذا التكلفة أو هذه التكلفة إلى المستهلك النهائي لو جينا نظرنا إلى العالم في ظل جائحة فيروس كورونا وتوقف عجلة الإنتاج في بعض الدول وتباط عجلة الإنتاج في دول أخرى وقصور الإمدادات فيما يتعلق بالرقائق وما إلى ذلك اللي هي بتحرك صناعات عديدة جدا وزي ما حكت فضلت في المقدمة هنلاقي إن ده خلى فيه مشكلة كبيرة جدا فيه حتى إحنا يعني لمسينها هنكلم في مصر إزاي حيث لو رايح أو حد من السادة المشاهدين رايح يشتري عربية دلوقتي مفيش أقل في الصف اللي جاي يعني على الأقل كده على الصف تبتدي تفكر أنك تستلم حاجة أو تلاقي عربية جديدة طبعا كلام حيث مظبوط فيه فيه بعض أنواع السيارات بيقولوا كده وفيه بعضهم بيقول لحاكم من ثلاثة لأربعة لستة أشهر ده يدل على عدم التأكد عدم التأكد يعني هو مش عارف في الزبط البضاء طب هل ده واقعي ولا مصطنع يعني أنا عايز أسأل برضو أشك معنا دكتور مصطفى في القصة دي دكتور ماجد لو تكرمت هل ده واقعي الأزمة دي واقعية ولا برضو أزمة مفتعلة زي الحاجات برضو حركة زكارتها دكتور مصطفى ارتفاع أسعار النفط وأمور أخرى وجهة نظر أنه طبعا يعني مش محتاجة اقتصادي أن نقول أن الكلام ده غير منطقي وغير مباره في الوقت الحالي من جانب الصين يعني نحن نتكلم على شقين شق التوريد وشق النقل وكلهما عندهم مشاكل فيهم شق التوريد أنا معتقاد الصين هي بتعمل كده فيها نوع من التعامد ليه أنا معرفوش وحاولت استفسر منه من أكثر من جانب من الجانب الصيني ما حادش يدني إجابة شافية لما دي جي تسأل حتى شركات الشح انت ليه زيادة الفاجة دي في الأسعار برضو ما حادش يدين لك شح 600% زي ما حناك قلت لا ده مش بس كده ده هم عدوهم ركبوا أقفة يعني هم في الفترة اللي فاتت يعني بيعطشوا العالم الفترة اللي فاتت عملوا كنتينيرات زي اللي وقفت في قناة السويس إفر جرين إفر جرين اللي كانت حجم حمولاتها ضخمة جدا والمراكب الأصغر ركنوه فهو لو عايز لحيل المشكلة لحلها لكن إم دي أتسأل الصينيين ما حادش يدين لك إجابة حتى تسأل شركات الشحن طب إيه المتوقع في كده ما حادش يدين لك رد لما ما حادش يدين لك رد ده معناه أنه ما عندهش لا سبب للزيادة ولا منطق لنزولها وبالتالي ده بيسمع في الأسواق دام الحالة من الارتباك لا بصهول حركة حاجة لازم تفتكر لما ابتدت الكورونا في نقطة الناس بس نستها أول دولة قتلاك كورونا كانت الصين كانت الصين أفلت وكلنا كانت لسه الدول فتحة لو تتذكر في فترة دي كل الصناعات وقفت هفكرك بصناعة محددة كوريا الشمالية كوريا الجنوبية صناعة السيارات وقفت تماما 13% من مدخلات السيارات في كوريا بتيجي من الصين فلما الصين وقفت صناعة السيارات وقفت بالكامل فأنت النهاردة لما تيجي تلاقي الصين النهاردة للسبب إيه سياسي اقتصادي مع أنا نفسي من الغد دلوقتي محدش قادر يوصل للهدف الرئيسي أن أنت النهاردة عندك طلب متزايد جدا وفي نفس الوقت أنت بتعمل لغبطة في خطوط الإمداد وبترفع التكلفة بطريقة أغالية جدا هل تتفسير بحرج مش لايه تفسير لا محدش على فكرة لأنا ولا غيري يعني أنا حاولت مثلا أن أنا أتواصل مع ناس سواء موجودين هنا من الصينيين أو مع ناس في الصين أو مع بعض الخبراء الأصدقاء اللي بنتكلم في الموضوع اللي الموضوع بيهمنا أنا راجل النهاردة لسه مستورد بضاعة من الصين كانت التكلفة بتاعت حوالية 0.5% زيادة على نفس السعر من هناك تعريبا ومع كل متخلاتنا كانت زيادة في 0.5% طيب تسأل نفسك حوالية 0.5% أو ليه الزيادات دي مفيش أي سبب عشان كده حتى لما حارك قلت أن البنك الدولي بيتوقع أنه الزيادات دي أو التضخم ده بسعر 6 ده تخمين لأنه هو في الأول وفي الآخر أنت بتروح للدكتور أعتبر سندول نادي الدولي ده دكتور الدكتور ده عشان يعالجك بيعرف أسباب المرض أكيد أنت الغد دلوقتي عارف أسباب المرض لكن مش عارف دوافع المرض أو دوافع لأدت الأسباب دي أكيد طيب دكتور ماجد يترى إيه هي الطرق اللي ممكن نعدي بيها ويعدي بيها الاقتصاد المصري بسلام إن شاء الله من موجة التضخم دي لأن واضح أن تأثيره بدأ مبكرا جدا على بعض الدول وشهدت ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق رغم إن دي دول من الاقتصادات القوية في العالم الرأي حركة مدى تأثرنا وكيف نمر بسلام من الموجة الحالية موجة التضخم اسمح لي بس أعقب بس العمر على كلام لتفضل به الدكتور مصطفى أنا اختلف مع الدكتور مصطفى في الرأي في أن لا هناك أسباب الأسباب ليست مجهولة ولكن جزء منها على الأقل معلوم لأن كلنا نعلم أن الحروب القادمة ليست حروب عسكرية وإنما هي حروب اقتصادية وبالتالي الدولة زي الصين عايزة تبقى هي الرقم الأول في العالم دلوقتي أمريكا هي المتصدرة والصين هي في المركز الثاني فكل الصراعات زي ما ما عارفنا أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة فالصراعات الاقتصادية فحواها في شكل سياسي أو غلفها في شكل سياسي ولكن الهدف منه هو السيطرة على اقتصادات العالم وبالتالي في كلمة أشار ليها الدكتور مصطفى في الأول ألا وهي منوبلي منوبلي يعني احتكار فالاحتكار أقدر أن أنا بي أسيطر على الأسعار وبالتالي إذا كانت عندي عناصر إنتاج معينة أقدر أن أنا أكون محتكر لها فتتوقف خطوط إنتاج السيارات في كوريا بسبب توقف مصانع في الصين وبالتالي فهنا أنا محتكر إذن أنا أحاول أن أسيطر على الاقتصاد وبالتالي أتصدر وزي ما احنا شايفين الصراع الاقتصادي الكبير ما بين الصين وأمريكا والعقوبات الاقتصادية اللي فرضتها أمريكا على الصين وبعد كده ترجعت عنها لكن في النهاية هي مصالح إنما حضرتك الجزء الثاني من سؤال حضرتك هو عن كيف لنا كمصر نتجنب أو نقلل من الأثار السلبية التي يمكن أن تعود علينا هذا ما تفعله الدولة المصرية الآن بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماذا تفعل الدولة المصرية الدولة المصرية بتعمل مشروعات قومية متنوعة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة واللوجستية أيضا وكل ما يتعلق بأننا يكون اقتصادي متنوع حتى لا يكون مصدر الدخل لمصر مثلا السياح السياحة تتأثر تأثر شديد بالمتغيرات الأمنية مثلا فبالتالي تنوع الاقتصاد ده أحد الدروع الواقية له الهزات الاقتصادية أيضا مش بس المشروعات القومية والبنية التحتية وما إلى ذلك وإنما العلاقات السياسية والتجارية اللي شايفين مصر بتشهد فيها رواك في الفترة الحالية ما بين مصر ودول العالم بعد أن كانت مصر في منأة عن دول كثيرة ومنها دول في القارة الإفريقية ودول في القارات المختلفة أيضا تهيئة البيئة والمناخ السياسي والاستثماري بالقوانين والتشريعات لجذب مزيد من الاستثمارات سواء كانت عربية أو أجنبية أيضا تأهيل الكوادر البشرية وشوفنا جامعات أهلية بحكم أن أنا أستاذ جامعي فشايفين تخصصات كثيرة دخلت لم تكن مسبوقة من قبل زي التخصصات الخاصة بالمفاعلات النووية التخصصات الخاصة بالنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والخدمات اللوجستية كل ده نقدر نقول أن هي دي بمثابة درعة أقدر أننا بواجه هذه الحرب ده فيما يتعلق بمواجهة الحكومات هسأزمكم بعض الفاصل نخرج فاصل كده سريع ونعرف نصائح دكتور مصطفى وأيضا دكتور ماجد نعمل إيه كأفراد والعالم بيمر بحالة التضخم دي هل نغير سياستنا في الصرف ولا زي ما احنا ولا نعمل إيه نظاف أرجوكم وخليكم معا برحب أعرفكم مرة تانية موضوع مهم موضوع اقتصادي قد يبدو معقد لكنه بيمس كل واحد فينا هو التضخم قبل فاصل عرفنا من دكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس أعمال المصري الصيني ومن دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد يعني إيه تضخم؟ أسباب التضخم ده المصانع الصينية اللي قفلت اللي تعطلت اللي متحكمة في سوء كبير جدا في العالم في قطاعات صناعية معينة قفلت قللت السوء تعطش الأسعارها تزيد وفي وسط حالة إنكماش دلنا وأنا مش خبير اقتصادي فهمته من دكتور مصطفى ومن دكتور ماجد وعرفنا كمان الدولة للحكومات بتتعامل إزاي ومن بينها مصر مع أزمة ضخم دوقتي هرجع بسؤال مشترك لدكتور مصطفى ودكتور ماجد لو تكرموا إحنا كأفراد نعمل إيه؟ لأن في ناس بتتبارع على السوشال ميديا نهاية تقول وتحلل وتنظر دي موجة تدخل مجامعة مقبلة اوعوا تعملوا كذا أو اعملوا كذا حطوا فلوسكوا في الحتة الفلانية ما تحطوش فلوسكوا في الحاجات دي رشدوا الإنفاق أو يصرفوا في حاجات معينة أو ما تصرفوش في حاجات معينة السؤال للخبراء الناس العادية اللي زي حالاتي وزي حالات المشاهدين كلها وزي حالات مبركة لا لا احنا شرجعان أعمال ولا أساس الدكتور ماجد ولكن الناس العادية تعمل إيه؟ أولا الناس العادية بص عشان التعميم في الحتة دي تعميم ممكن يبقى فيه مخل بمعنى إيه؟ إن احنا لدينا نقسم مجتمع لزي أي مجتمع لثلاث قطاعات فقير وما تحت الفقر ومتوسط وغني الفقير وما تحت الفقر ده دي مشكلة الدولة دلوقتي ودي من حاجات التحديات اللي هتقابد ده لفترة الجاية لازم زيادة برامج المنح والدعم للأسر دي للي ما عندهش أي دخل آخر يعني ما عندهش بديل يعني معنى آخر هي دلوقتي مطلقية لصدمات فلازم الدولة وده جزء على فكرة من مشكلة الدولة أو المشكلة اللي بتواجهين أو التحدي اللي بيواجه الدولة دلوقتي هي عندها تحديين ممكن نتكلم فيها بعد ما نخلص النقطة دي لكن الفقير وما تحت مصطلق فقر ما قداموش سكة إلا أنه يتعامل من خلال الدولة نديد المعونات أو البرامج يعني تكافل وكرامة والحماية الاجتماعية القوافل زي اللي شوفناها في طحية مصر توصل للقرى والنجوع وتغطي ده ده جزء المتوسط هو ده بقى الضحية بجد المتوسط لا يحظم أي حماية من أي حد طبقة المتوسطة الطبقة المتوسطة الفقرة كلها الطبقة المتوسطة لديهم تعيد حسابتها بمعنى أنهم مثلا لو أسرة متوسطة وعندهم بتواجه تحديات دلوقتي لازم يبقى فيه عندهم بلان بلان دي بتختصر ببساطة جدا عشان طبعا الوقت حاجتين يأما بتلقي كل ما هو غير ضروري أو تأجيله للقامة الطويل لأن المشكلة اللي احنا بنواجهها دلوقتي ممكن يترطب عنها أنه في نسب شغلها كمان مش بس أن هي توجه تحديات في واجه الإنفاق في بعض الشركات هتضطر تحت ضغوط تخفض العمال فبالتالي لو أنا بتوسع في شراء حاجات ومحمل نفسي أقصات وتكاليف وأعباء قد أعجز ده في العالم كله دلوقتي ده غالبا هتعجز في الوقت الحالي لأن التضخم اللي احنا بنتكلم عنه ده لغاية دلوقتي زي ما كنا بنتكلم البنك المركزي كان حاطت له نقطة متعامل عليها بشكل جيد جدا الفترة اللي فاتت وكانت التضخم من خمسة ونص لستة في أغسطس بقى ستة وتمانية من عشرة سبتمبر بقى تمانية هو الحدود بتاعته اللي كان محاطت عليه ساسته سبعة فإحنا خلاص قريدي عدنا الحد ده فالتضخم جاي جاي ووصل فعلا الشريحة الثالثة هي عندها فائد مالي ففي قداما لا خلنا في الطبقة الوسطة الطبقة الوسطة ودتنا ليه للطبقة اللي عندها فائد مالي احنا بنتكلم فينا اللي معناش فائد مالي لا أصر كمان هقول لك ليه هتأصر الطبقة اللي عندها الطبقة الوسطة دي هتقابل تحديها الضخمة جدا وعشان كده دي الطبقة اللي لازم هي فعليا تبتعد تخطيط يعني أنا مثلا لو أنا النهار ده أنا والأختي عندي مشكلة بنقعد مع بعض لا مش صلاحين الساحل لا مش أغير التليفون لا مش عامل الكلام ده كله الكلام ده واجب ده ما بعدش هزار جميل ما توردش نفسك في أي حاجة خلال الفترة الجاية في الكماليات والرفاهيات في أي ما هو غير ضروري مش لازم حتى كده يعني إذا ممكن تبقى مثلا بقارة تجيب مثلا لبس في فترة الشيطة مثلا ممكن تستقن عنه السنة يعني ما جيبش لبس السنة دي؟ أه لأ طيب خلينا في الأهم فالمهم أه الحاجة الضرورية لأنه ممكن ممكن ما حصلش على فكرة يعني ممكن بس انتا النهار ده لو حصل مفيش عنك بدائل يعني المشكلة زي ما بنقول أن الطبقة المتوسطة هي الطبقة الفعالية اللي هي مش محمية من أي حد مش محمية إلا من خلال دراحة من خلال المجهودة فلو المجهود ده أقل الداخل ده أقل فأنت عندك مشكلة فعالية طيب يعني الرفاهيات الحاجات اللي هي اللي عمال يغير مش الرفاهيات لا لا اردو انا ممكن بطاعة للرفاهيات اه انا ما كلمش عن رفيات انا بتكلم في ما هو ضروري ضروري حتى حتى لو انت مثلا من افطار انك بتشاري مثلا برندا اكل غالي شوكولاتة مثلا يعني لأ ارجع للشوكولاتة قالي شوكولاتة لو شوكولاتة بخمسين جنيه وفي غيرها بعشرة جنيه هتوب بعشرة جنيه طيب فائد الفلوس اللي معايا يعني هراجك بتقوله خليك في الحاجات المعقولة ما تصرفش قوي طيب لو فيه مدخر شبه مدخر عايز يأمن نفسه بأسد أو بقيمة في مصر على مدار الاجيال او على مدار السنوات الاحجاب اللي فاتت دي كان تمالي في وجود اي وجود تضخم او مشاكل مالية فيه ثلاث طرق مالهمش رابع بيلجأ اليهم المجتمع المصري او الغني اللي عنده فائد اما انه بيحطوا فلوسه في عقار اما انه بيحطوا فلوسه في الدهب اما بيحطوا في عملة مفيش ثالث يعني هما كل الناس القياراتي ما بتحطهاش على فكرة في وداع مصري لان التضخم بيأكل الوديع المصرية لانك انت النهار ده ربما انت بتتكلم على انك هتاخد مثلا 10% لك انت دخم 14% فانت فعاليا جميلة خلوصها من 4% فعشان كده من خلال التجارب السابقة للمجتمع المصري ودي مشكلة تانية لانه دي ممكن تمال ضغوط في حيثة كتير ضغوط على العملة ضغوط على العقار فالفكرة كلها ان المجتمع اللي عنده فائد قليل او كثير بيلجأ لهذه الطرق التلاتة دول لحماية اموال واستثمرات طيب اسمحلي هتوقف عند الطبقة المتوسطة مش هنروح للطبقة اللي عندها فوائد كثير احوالا واني حرك قلتها فيه 3 حاجات للطبقة اللي عندها فوائد واروح لدكتور ماجد اخد رأيه يا دكتور ماجد الطبقات الفقيرة والطبقات الوسطى تعمل ايه في مجزة تدخل؟ شرائح الدكتور مصطفى الدكتور مصطفى قسمهم لتلات شرائح مادية الطبقة الفقيرة او محضور الداخل والمتوسطة وطبقة الافرياء انا عشان ماكررش الكلام هتناول من زاوية تانية هتناول من زاوية الفرد ومن زاوية القطاع الخاص ومن زاوية الدولة يبقى اعنا عندي تلات زاوية او تلات محاور المحور الاول محور الفرد ترشيد الانفاق الاهم ثم المهم اختيار الاولويات حضرة بمثال لي والحضراتكم والاستادة المشاهدين انا مواطن مصري لما بقاعد في بيتي ما بنورش غير نور الاوضة اللي انا قاعد فيها وبالتالي ترشيد استهلاك الكهرباء علشان ما تجليش فاتولة كهرباء عالية انا استاذ جمعة بروح الجمعة جمعتي في 6 اكتوبر انا ساكن في التجمع لما باجي رايح انا واتنين من زملائي ساكنين في نفس المنطقة بنتبادل بنروح مع بعض كل يوم بعربيت واحد ليه؟ لان برضو خلي بالحضرتك مدام في ايديك انك انت ترشد انفاقك فالرشد هو صفة العقلانية والعقل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى كرم به البني ادم ده بالنسبة لمستوى الفرد طب نيجي لمستوى القطاع الخاص او محور القطاع الخاص محور القطاع الخاص دوره في المنظومة دي هو انه بيبقى بيساعد الدولة جنبا الى جنب في خلق وتوفير فرص عمل للشباب ما هو انا لما بعمل مصنع او لما بعمل شركة او لما بعمل كيان تجاري او صناعي او خدمي انا بوظف بخلق فرص وبالتالي خلق الفرص بيولد دخل طب فالدخل ده بيعول نعم يا فنون يعني بيعمل دخل واعالى الافراد في المجتمع يعني مصدر الرزق يعني بالزبط بالزبط وبالتالي بيعول الافراد في المجتمع بيزود دخل الفرد في المجتمع على مستوى الدولة والدولة عملت زي ما تفضلتم مبادرات كثيرة جدا لدعم الطبقات محدودة الدخل من ضمنها تكافل وكرامة وشايفين ملف العشوائيات الدولة بدلت فيه جهد كبير جدا ولازال ملف برضو كان مهم جدا جدا الى وهو الصحة وفيروسي والكبد وايضا جائحة كورونا ملف مهم جدا فيه الاسكان ومبادرة البنك المركزي الاخيرة اللي هي 3 على 30 3 في المية فايدة متنقصة على 30 سنة وبالتالي بتوفر مسكن ملائم وحياة كريمة لمحدودي ومتوسطي ايضا الدخل كمان فيه نقطة مهمة جدا هو زي ما قلت تنوع المشروعات اللي بتوجد فرص عمل كثيرة جدا في السوق المصري ايضا في مجال العقارات شايفين اكثر من 14 مدينة جديدة كل ده بتخلق فرص عمل في مختلف التخصصات مش بس كده لان برضو صناعة العقار عملة زي القطرة اللي بتجر اول القطار لما بتتحرك بتحرك حوالي 105 الى 107 صناعة وحرف بتخلي برضو يبقى فيه حراك ونشاط في السوق وخلق فرص عمل بتخفف من وطقت من وطقت التضخم على الناس وخصصا الطبقات العاملة يعني يعني المعمار بيشغل وراه طوايف كتير غلبيتهم من البسطاء فبالتالي ده بيخفف مصدر رئيس بيخفف الضغوط دكتور مصطفى تعقيب اخير في دقيقة لو تكرمت بضاقتين اولا الدولة عندها تحدي كبير هي اولا عندها مشكلتين هتواجههم الفترة اللي جاية او تحديين كبار التحدي الاول هو ان سعر الفايدة لازم يزيد وده هي انعاكد بشكل سلبي على العجز الميزانية لان عجز الموازنة هيزيد لان هي اكبر مقترد فارتفاع واحد في المية مثلا في الفايدة ممكن يزيكلف الدولة 40 مليار جنيه اضافية في عجز الموازنة الحاجة التانية لازم الدولة كمان هتتجه لدعم الطبقة المتوصلة ولازم ده يعني ما اعتقدش انه رئيس هيقفل عن النقطة دي انه لازم يزيد يزيد الضغط في الدعم ده مع وجود العامل الضغطة دي كلها اعتقد ان الاستثمارات اللي موجودة ممكن يتم تقليلها بشكل بسيط الفترة القادمة انت النهاردة في الدولة عندنا النهاردة فيه زي ما بقولوا كده في الكرة فيه مدرب جديد يعني انت في الاربع خمس سنين اللي فات دول شفت ان الدولة بتتجهت عندها مجموعة ضخمة جدا من المشاريع اللي قامت بها وعندنا محافظة البنك المركزي فعليا اي مدور ما تقدرش تسنكره تختلف معها تتفق معها لكن دور محترم جدا المقادر لما درجع للمشاكل اللي تمت فيها المار بها الاقتصاد المصري ده وقدرنا نتغلب عليها لازم نقول شابول المحافظة البنك المركزي البنك المركزي دوره هنا الفترة اللي جاية ايه بالزبط احنا فيه تدخم فيه تدخم زي واحد واقع بيقع زي ما حصل ايام كوفيد الدولة حطت مئة مليار كدعم ايه المئة مليار دول بيقللوا من اصطدام الشخص تخيل ان واحد مثلا واقع من نطحة سحاب فبيجوا في اخر الدور تحت يحطوا له تندة عشان تمتص كل المشكلة دي فيقع اه هيقع بس ما يتعورش فاعتقد ان احنا بقينا ممتازين وعندنا خبارات كبيرة اوي في امتصاص الازمات واعتقد الدور البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية هيلعبوا دور مفيد جدا حاجة بسيطة تلس ثواني فيه مثل انجليزي بيقولك يعني المشكلة دائما هي عبارة عن فرصة متخفاة احنا دلوقتي في وجود المشاكل اللي كلها العالم شايف ان الصين بقت خطر وان الصين لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر وحيد واساسي اللي بتاع ففيه بيدوروا على بدائل مصر لازم تكون احد البدائل اللي مطروحة بشكل مهم جدا لان احنا عندنا ما نعرضه من مناطق بولوجيستيات وخضرات فدي فرصة والمجتمع يتألم لان المجتمع لما يتألم بيبقى سهل ياخد قرار انه يجي معايا فاعتقد ان الفرصة دلوقتي قبل ما بنتكلم على مشاكلنا نتكلم على فرصنا واعتقد ان دي فرصة ومن مجموعة الاقتصادية ورئيس الوزارة نارد فرنسا اعتقد ان الكلام دي يبقى مطروح بشكل جيد انا بشكل حليك شكرا جزيلا دكتور مصطفى ابراهيم انا بشكل على استطفى الكريم مجلس العمال المصر الصين اللي عافظة فان مشرفك شرف كبير لينا بشكل حليك معنا ايضا بكل الشكر اللي ضفنا العزيزي لقصص دكتور ماجد عبد العظيم مستاذ الاقتصاد شكرا جزيلا دكتور ماجد شرفتنا ونورتنا واستفدنا كتير ايضا من اراءة حضرك السديدة واراءة دكتور مصطفى ونصيح مهمة خصوصا للطبق الوسطى بعدم الاصراف نمسك ادينا شوية وبلاش كتير يعني الاهم الاهم ثم المهم بشكر حراكم شكرا جزيلا وتصبحوا على الفتاة الى لكم